أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تعزيز العلاقات مع الدنمارك على صعيد الاقتصادي لا سيما في مجال تحول الطاقة موضحا أن توسيع نطاق العمل بمشروعات الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر يعد على قمة أولويات عمل الحكومة وخلال اجتماعه مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسون أثناء رئيس الوزراء على التعاون القائم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجانب الدنماركي في مجال تحسين كفاءة الطاقة حيث تم تمديد اتفاق الشراكة القطاعية مع وزارتي الكهرباء والطاقة والتعاون الدولي حتى عام 2025 بما يعزز توجه البلدين نحو إنتاج الطاقة النظيفة وإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة في هذا السياق أشهد رئيس الوزراء بالاستثمارات القائمة لشركة ميرسك في مجالة النقل ومشروع تحويل محطة الحاويات في شرق بورسعيد لمحطة محورية عالمية عبر ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار معربا عن تطلعه إلى قيام الجانب الدنماركي بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية وخلال المباحثات أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن سعادتها بزيارة مصر مضيفة أن هناك العديد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك كما يشمل ذلك جهود تنمية العلاقات الأفريقية الأوروبية